اهلا وسهلا بكم اصدقائي معاكم مستر باطجي اصدقائي جوا مصر برا مصر براحب بكم في عيادة باطجي وحنستقنف في فيديو النهاردة سلسلة تربية طيور الكوكتيل كنا تكلمنا في الجزء الاول واو في الحلقة اللي فاتت عن كيفية شراء الطيور وازاي نستقبلها في مكان التربية والتغذية اللي هي في الفترة قبل الانتاج ما بين ستة شهور إلى عشر شهور من عمر الطائر في فيديو النهاردة بقى هنتكلم عن بداية الانتاج وعزل كل زوج بمفرده بعد ما كنا طبعا حطين كل العصفير او كل الطيور في مكان واحد وبعد كده هنتكلم عن الفطام والعزل وبعد كده الملاحظات عن طيور الكوكتيل ازاي بن ربيه ازاي نيتم بيه قواعد كده في تربية الطيور الزينة او في تربية الكوكتيل بالتحديد هتستفيد منها جدا لو اتبعتها وعرفتها كويس هتنتقل بموهبتك لحتة تانية خالص ولكن قبل ما نبدأ فيديو النهاردة فاكركم ان فيه جزين عصفير هدية فيه سحب على جزين عصفير هدية بمجرد ما نوصل لمية الف مشترك طبعا السحب هيكون عشوائي على اي فيديو من فيديوهاتنا من يوم اعلننا عن المسابقة لحد ما نوصل لمية الف مشترك فانزل الوقت اعمل لايك للفيديو ويسيب كومنت عشان تشارك معنا في السحب اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك اه كل جديد وتابع معنا فيديوهاتنا اول باول اه نكمل بقى مع بعض فيديو النهاردة اه وهو بداية الانتاج وعزل كل زوج بمفرده زي ما تكلمنا في الفيديو اللي فات ان ناخد كل ذكر وانثة ونحطه في قفص لوحده اه طبعا العزل زي ما قلنا هيكون بعد اربع شهور يعني بعد الطيور ما توصل لعمرة عشر شهور احنا كنا شارينهم وهم عندهم ستة شهور دلوقتي بقى عندهم عشر شهور حنبدأ بقى ان احنا نفصلهم الزكر والانثة هنتكلم في فيديو الواحده منفصل ازاي نفرق بين الزكر والانثة في طيوره كتير وكل طفرة بالتحديد اول حاجة اختيار القفاص اختار القفاص المناسب يكون حجمه كبير ما يقلش عن خمسين سنتي اللي هو العرض ما تختارش القفاص الصغيرة طبعا كل ما كان القفاص اوسع كل ما كان افضل في قفاص كتير كده بتماشي الدنيا والامور بتمشي وتمام بس لما يكون اكبر بيكون افضل لك اه طبعا اه طبعا العيش طبعا مهم جدا بنختار العيش الخشب ويفضل ان يكون الدرج بلاستيك عشان تفاديا للحشرات وتفاديا لعدم النظافة بيكون سهل انك تنظفه وسهل انك تطلع الطير وتدخلها كل سلاسة وعشان كمان تتجنب الروائح والرطوبة بتعمل ثقوب في العيش وفي دلوقتي عشوش بتكون موجودة جاهزة بالالية دي. اه طبعا بنحط نشارة خشب خشنة في ارضية الدرج بتاع العيش اه ترتفع تقريبا واحد صمتي عن الارضية اه ارتفاع النشارة تقريبا واحد صمتي عن الارضية ما نزودش عن كده وبنحط تحت الدرج بودرة سفين علشان النمل والفاش ما يدخلوش لان لو فيه نمل وفاش اه في القفص اه الطيور او الكوكتيل ممكن ما يدخلش اصلا في القفص طائر مزاجي جدا. هنهتم طبعا بتقديم الكالسام وبيتمثل فيه الكالسام الف ده لتلاتة هه والهاقس بالاضافة الى الله هو ما صلى على النبي السيبيا عظام السيبيا مهمة جدا وضرورية مع المدومة على تقديم البيض بالبقسمات طبعا زي ما الجدول هقول لك عليه في نسبة لموضوع التغذية. النسبة بقى للتغذية ننتقل آآ قبل ما نقول التغذية برضو حجر التمليح مهم جدا علشان الطيور ما ما يبقاش عندها نقص في الاملاح وبالاضافة للفيتامينات طبعا بنقدم لهم الفيتامينات آآ بشكل آآ مستمر ثلاثة ايام في الشهر. وثلاثة ايام في الشهر طبعا الاف دال ثلاثة هاة وتلاثة ايام في الشهر هاة سلينيا بس الهاة سلينيا ما بنقدمهوش اثناء آآ آآ الحضان البيض اثناء تحضين البيض او اثناء التأكيل علشان طبعا الهاة سلينيا بيحفظ الزكر. آآ بالنسبة بقى للنظام الغذائي اللي هنتابعه في الفترة آآ اللي هي آآ خلاص كل ذكر مع انسة في قفص وحيبدأ انهم يتزوجوا. هنقدم لهم البلكم والفلارس بنسب متساوية زي ما قلنا خمسة كيلو مسلا بالكم مع خمسة كيلو فلارس. وهنحط لهم برضو تلاتين جرام زعتر وتلاتين جرام كوركم تلاتين جرام عرق سوس. زي اللي كنا هحط لهم قبل كده. وبنقدم اللب آآ خمسة وسبعين جرام لكل زوج مرة واحدة في الاسبوع. وقبل آآ وضع البيض بنقدم طبعا الجرجير والبرسيم والفجل المحفزات الطبيعية اللي كلنا عارفينها. وفي حالة آآ فيه بيض بنقدم الخاص او في الفترة اللي الانثى حتبدأ طبيط فيها بنقدم الخاص عشان الخاص طبعا بيسهل عملية آآ وضع البيض بالنسبة للانثة وبالنسبة للخضروات يا جماعة عامة لما بنلاحظ ان الخضروات بدأت او ان الطيور بدأ ان يجي عندها يجي لها اسهال بنقلم الخضروات لان الخضروات بتزود في الاسهال شوية. آآ بالنسبة للطيور خلاص حتضانت الفترة بتاعتها وبدأت تفقس اول يوم فأس من من اليوم الاول لليوم العاشر في آآ يعني واجبة كده معاينة حنقدمها للطيور آآ وهي البيض المسلوق مع الجزر المبشور وعليه بقى مجموعة الحبوب اللي كنا قلناها قبل كده خلينا قاعدها لكم مرة سريعا الحبوب هي آآ الشفان وجنين الامح والبرغل والحلبة والبقسمات وفول الصوية والعطس الاصفر والصفرة والعلفة البادي والبيتامينات المستوردة عوالي سبع او تمن انواع حط اللي تقدر عليه منه عارفة تحطم كلهم ماشي ما قدرتش ما فيش مشكلة حطوا منهم تلات اربع انواع طبعا ده في الفترة ما بين الاول آآ يوم فأس لحد ما يوصلوا لعمر عشر ايام وبعد العشر ايام بتبدأ ان انت تقدم فلارس فقط لمدة خمسة وعشرين يوم ده بالنسبة طبعا للاهالي فالاهالي هيكلوا ويقدقوا ياكوي ويأكلوا الطيور يبقى اول عشر ايام بنقدم الفلارس مع البلكم بنسبة متساوية بنضيف لهم تلاتين جرام لكل عشرة كيلو وتلاتين جرام عرق سوس تلاتين جرام زعتر تلاتين جرام كركم عشان طبعا السموم وكده وآآ بعد عشر وخلال العشر ايام زي ما قلنا مع الحبوب دي بنحط ليه خلطة البطبل بقسمات مع الجزر والحبوب آآ بعد مرور العشر ايام من من عمر عشر ايام او من عمر حداشر يوم من عمر خمسة وعشرين يوم بنقدم بقى ايه فلارس فقط وبنمنع اللب والبلكم نهائي وبنقدم اللب والبلكم والفلارس مع وجود اول فرد يطلع من القفص مع الفروخ بدأت انها تتحرك وتطلع عبر القفص حنبدأ باقي نقدم اللب والبلكم مع الفلارس آآ بالقفص وبرضو بنحط الشعير المستنبط مرة واحدة في الاسبوع آآ بدل وجبة البيض ويفضل وضع اكالة للطيور اللي هي الصغيرة لوحدها في ارضية القفص كده او في اقرب مكان للارض حنحط اكالة للطيور الصغيرة عشان تكون سهلة وما تكونش ايه مزعجة بالنسبة لهم ويعرف ان هو ياكل ويتعود بسرعة على الاكل وكمان يمنع وجود حالات افتراس آآ عند الزغليل علشان طبعا الامة حتكون خلاص باجهادت وتعبت ومش عايز تتوكل وكده فانت بتحاول انك تخلي الفروغ تعتمد على نفسها بشكل اكبر وتبعد عن الاهالي وبالتالي هم يبدأوا ان هم ينشغلوا في بناء عيش جديد وبعد كده بقى ننتقل لمرحلة الفطام مرحلة الفطام والعزل ما بنفطمش الزغليل الا لما نشوفهم بياكلوا لوحدهم اول ما تشوف الزغلول بدأ ياكل لوحده تبدأ تفطمه ممكن مسلا انت اللي يكن عندك مسلا اللي عيش فيه تلات او اربع فروغ هتلاقي منهم واحد او اتنين بس بدأ ياكل والاتنين التانين لسه ما فيش مشكلة اعزل اللي بدأ ياكل وسيب التاني لحد ما يبدأ يتعلم ياكل لوحده اللي حسط ان بياكل لوحده تمام جميل ابدأ بقى ان انت اعزلوا مسلا سيبه تلات اربعة ايام كده مع الاهالي وبعد كده ابدأ اعزمه ويفضل ان احنا نحط الزغليل في مكان قريب من الاهالي او في مكان يكون فيه كوكتيل عامة علشان نفسيتهم برضو ما تتأثرش وما يمتنعش عن الاكل دوما لوحظات بسيطة كده وصغيرة ما بيقدرش يعرفها غير الناس اللي عندها خبرات فانا بقولها لك من غير ما يكون عندك خبرات او من غير ما تحتاج للخبرات دي هنقدم بقى له الزغليل ايه في مرحلة الفطام اللي هي اه اول مرحلة بعد ما نعزلهم عن الاهالي هنقدم لهم البيض والجزر مع خلطة الحبوب لمدة خمس ايام طبعا ده بالاضافة للبالكام والفلارس واللب ده في طبق الواحد والبالكام والفلارس واللب هيكونوا في طبق لوحدهم والبيض مع مع الجزر المبشور وخلطة الحبوب اللي قلناها قبل كده مجموعة الحبوب دي هنحط لهم في طبق تاني ويبدو ان هم ياكلوا دول مدة خمس ايام بعد خمستاشر يوم هتسيبهم في مكان واسع هتحطهم بقى في مطار واسع لو هتبيع منهم بيع ولو هتشغل هيكون ايه على الموسم الجديد بقى وتعمل معهم نفس اللي عملناه مع الاهالي اللي كنا شارينهم في عمر ست شهور طيب في بقى بعض الملاحزات اللي قلتلكم عليها في اول الفيديو خلينا اقولها لكم كده سريعا هم طبعا ملاحزات وقواعد مهمة جدا لازم تكونوا عارفة عن طيور الكوكتيل عشان تقدر تشتغل صح وتنتج منهم بصورة صحيحة وتتجنب المشاكل اللي ممكن تواجهك عشان تقدر تشتغل اه اول حاجة طائر الكوكتيل هو طائر مزاجي جدا وعنيد ومش زي الطيور العادية او الروز او الفشرة والحاجات دي بيتعامل بمزاج دماغه عالية جدا وطائر زاكي جدا ومزاجي فلازم ناخد بالنا من الامور دي ويفضل دم ان انت تكون مربي الكوكتيل من صغره عشان خطر يعرف ياخد عليك وتتعود ويتعود عليك يفضل تربية الطيور آآ من صغراء طبعا زي ما قلنا علشان موضوع ان هو ما يخافش منك ويكون متعود عليك ده آآ بعد بقى اثناء تجليل الطيور ممكن تلاقي جوز شغال وبيخصة بتخصيب ممتاز وفجأة يطلع العش كله فاضي ومروأ ما فيش مشكلة عادي جدا هو ده طبيعة الكوكتيل هو زي ما قلنا طائر مزاجي الامور ما زبطتش معاه بندور على الاسباب هل فعلا فيه نقص مسلا فيه المحفزات فيه نقص في الهاسلينيا فيه نقص في الالف ده التلاتة ها هل فيه مسلا آآ ريش زيادة في فتحة الاخراج عند الانسة بالتالي ما قدرش ان هو يعمل عملية التخصيب بشكل سليم آآ مفيش الاسباب دي خلاص ما تلاقش هو ده طبيعة الكوكتيل ممكن تلاقي جوز باض ورقت على البيض وبعد عشر ايام ساب البيض وقام هو كده هو الكوكتيل كده تربية مقرفة شوية ومتعبة شوية ولكن لما بينفع بيكون جميل جدا فانت دلوقتي يوحطك في النص لما انك عرفت تحضن البيض ولا هو كمل العس بتاعه ممكن تلاقي جوز تغال آآ تحضين ممتاز جدا ويجي في عش يفقس وميرضاش يوكل ولاده هي طلبت معا كده هو هو الكوكتيل كده فحتضطر طبعا توكل يدوي او تحضن الزغليل في آآ عش تاني لو قدرت انك تعمل الخطوة الجريئة دي ممكن تلاقي جوز شغال ممتاز بيوكل ممتاز ويجي بسن خمسة وعشرين يوم الزغليل ومرضاش يوكلهم خلاص مش هيوكل بعد خمسة وعشرين يوم شكرا انا حبدأ ايه اشوف آآ آآ عش جديد وتعمل انت بقى مع ايه مع عيالنا دي فحتضطر بقى تسحب الزغليل وتوكلهم يدوي كده فانت عمل حسابك عدت ربيك كتير يبقى انت هتدخل في دوامة التأكيل اليدوي ومش مباعد انت لطرق ده على البيت كمان لان ولا وسابه بعد عشر ايام تحديد بقى صعبان عليك انت ممكن تسيب الشغل وطورت كده تدفى البيت بس آآ ممكن تلاقي بعد الفقس بعشر ايام الانسة آآ باضي التاني وهيبقى قدامك ياما تحضن البيض القديم آآ عفوا انت حضن البيض الجديد تحت جوز تاني ياما تسحب الزغليل بقى وتوكل آآ يدوي عادي انت بس صعب صعب موضوع انك تحضن لو حضنت البيض فالانسة مش هتوكل الزغليل فدايما لو لقيتها عبادت على طول كده ومشاء الله دورة انتاجية سريعة خلاص بقى انت كده هي رزق وجاء لك اسحب الزغليل ووكل يدوي موضوع التحضين ده هيكون صعب انت ممكن تحضن من هنا وهي كمان تسيب الزغليل ما توكلهمش لو حصل ولا ايه تسيزوك بيملح من الزغليل اعزل وكل يدوي ما تديش فرصة للانسة او للام والاب ان هما يملحوا عشان خطر هيأثر على شكل الطائر آآ بعد كده ولو تكرروا الموضوع لازم يعني ايه تشوف له حل آآ لان الانسة لو تعلمت الموضوع ده هيفضل كده معاه على طول ولما تيجي تبيعه آآ للامانة تقول اللي هشتري منك ان الانسة دي بتملح فاتبيعه على السن الطائر زينا بس ما تاخدش منه انتاج عشان برضو ايه ربنا برك لك في طيورك ما تغشش بقاليش تغش حد عشان انت ممكن تغشه وتضحك عليه وانت كده مبسوط بس سدقني هتلاقي العواقب وخيمة جدا بعد كده في طيورك بالنسبة لتحديد الجنس هنتكلم عنه في فيديوهات منفاصلة آآ بس في عجالة كده عمتها نقدر نحدد جنس طيور الكوكتيل بعد ستة شهور آآ معلومات اساسية طائر الكوكتيل الزكر بيكون بيغرد آآ اما بالنسبة للانسة ما بتغرد ما بتغردش آآ جامد اللي تذكر تايما هو اللي بيكون تغريده قوي جدا بكده يكون خلاص سامعكم فيديو النهاردة بفكرك في نهاية الفيديو ان فيه سحب على جزين عصافير هدية بمجرد ما نوصل لمية الف مشترك آآ طبعا السحب هيكون عشوائي على اي فيديو من فيديوهاتنا من يوم ما علننا على المسابعة لحد ما نوصل لمية الف مشترك فانزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو واسيب كومنت عشان تشارك معنا في السحب والزي ما قلنا هيكون عشوائي على اي فيديو من فيديوهاتنا من يوم ما علننا على المسابعة لحد ما نوصل لمية الف ومشترك لو عندك اي سؤال سبهولي في الكومنتات برد عليك في اسرع وقت ممكن ولو السؤال يستطيع عمل فيديو برد عليك في فيديو ونزيله على القناة ضمن قائمة اسئلة المتابعين وفقرة سؤال وجواب وكل يوم معلومة جديدة دي قائم تشغيل موجودة في وصف الفيديو عبارة عن اسئلة اصدقائنا المتابعين اه ما اعتقدش ان انت ممكن تحتاج لسؤال في تربية تور الزيناء وما تلاقيهوش في القائمة دي. كمان عايز اقول لكم ان احنا لسه هنستقنف كلامنا عن سلسلة تربية الكوكتيل كل كل يوم كده هننزل فيديو جديد بمعلومة جديدة. اه بالنسبة لو انت لسه مبتدق في مجال تربية تور الزيناء عملت لك كورس مكسف للمبتدقين في اساسيات تربية البطجي ودايما مكسف للمبتدقين في اساسيات تربية البطجي اللينكو اللينك بتاعة والرابط بتاعة هسيبهولك في صندوق الوصف. لو حيب تعمل مشروع تربية تور الزيناء كمشروع ربح بقى وتحقق ربح ودخل اضافي بجوار شغلك هو مشروع مربح جدا ولكن لو اشتغلت عليه صح وعشان كده عملت لك دراسة جدوى من الهوية الاحتراف عبارة عن ثلاثة اجزاء هعرفك في كل خبايا واسرار مشروع تربية تور الزيناء عشان تعرف المشاكل اللي ممكن تواجهك وبالتالي تتجنبها وتقدر انت تشتغل على النقاط الكوة اللي في المشروع وتبدأ ان انت تحقق ارباح بشكل اكبر. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زير الجرس وتسيب على الفيديو وتعمل كومنت عشان تشارك معنا في السحب. واشوفكم الفيديو الجاي في عيادة.